السلام عليكم واهلا بكم من جديد. نوردة ان شاء الله معنا سيانة في لاتوب من شركة توشيبة. الموديل بتاعه ساتيليت ال خمسمائة وخمسة وكمان بنزل بالموديل اللي هو الا خمسمائة. الموديل الخاص بالمازر بورد زي ما احنا شايفين كده ايه داش خمسة تلاتة اتنين اتنين دي. تمام? طيب مشكلة الجهاز اللي موجود معنا النهاردة ان الجهاز ده فاصل شغال باور وفاصل تلاته زي ما احنا شايفين كده انا فاكك بعض الاجزاء بتاعة اللابتوب ولكن فعليا انا لسه ما بدأتش شغل في اللاب بتاعي تمام? خلونا كده نركب ونبتدى ان احنا نشغل السحب على في حالة سبعة ميلا امبير ودي ايما مناسبة جدا جدا بالنسبة للموديلات دي من اللابات. خلونا كده نضغط برس الباور. وزي ما احنا شايفين السحب بتاعنا على تقريبا واحد ونص امبير. والسحب يعتبر اه استاتيك. طبعا السحب المتزايد بالشكل التدريجي ده. ده يعتبر مش سحب تشغيل معنا او سحب بوت معنا ولكن ده يعتبر بمثابة اه ارتفاع في درجة حرارة المعالج. كل ما المعالج يسخر معيه لقيه السحب على بيمشي معي بطريقة تدريجية ولكن بطريقة بتكون بطيئة شوية زي الشكل احنا شايفين قدامنا ده تمام? فعليا فعليا على الشاشة ما فيش اي بيانات انا دلوقتي اموصل الشاشة بتاعتي. فعليا على الشاشة ما فيش اي بيانات. كمان كارتة دلوقتي ما اشتغلش معي ولا حتى بتاعتي عملية عملية بتاعتها تمام? فكده احنا قدام جهاز بواصل اه داتا شغال تقريبا السحب اللي قدامي ده كل الدوائر تقريبا شغالة معي وهناخد الاياس دلوقتي بتاع البلطيات بتاعتنا. وليه هنلاقي غالبا بالنسبة كبيرة جدا اه طالما السحب اوصل معي واحد سستة منعاشر ان معظم الدوائر بما فيها دوائر اشتغلت معي ولكن ما فيش اي بيانات على الشاشة. البورد ده بتاعتي ما عملتش عملية البوست او ما كملتش موضوع البوست بتاعي تمام? خلاص كده هنبتدي نحن فاك المازر بورد وهنبتدي ناخد الاياسات بتاعتنا مع وقت. طيب هنبتدي دلوقتي نتشغل المازر بورد بتاعتنا وناخد الاياسات بتاعتنا على كل كل رئيسية بالنسبة لنا تماما? زي ما احنا شايفين كده المازر بورد بتشتغلت وتستر بتاعها كمان كل الفلطيات ظهر عليه ولكن برضو خلونا ناخد الفلطيات بتاعتنا مرة تانية. عندي هنا الكويلين دول خاصين بالخمسة قوية تلاتة وتلاتة. الكويل ده تلاتة وتلاتة من عشرة. الكويل ده خمسة فولتو عندي الكويل ده خاص بي الواحد وتمانية من عشرة ممكن ناخدها من على البي جي بي دي زي ما احنا شايفين واحد وتمانية من عشرة عندي الكويل ده خاص بي الرامات واحد وخمسة من عشرة. عندي آآ الكويل ده خاص بي اللي تحت السنك ده. واحد وخمسة من مية. عندي الكويلين هنا برضو تحت السنك. ده كويلات خاصة بي وعندي هنا تقريبا واحد واتنين من عشرة. عندي الكويل ده خاص بي والكويل موجود عليه آآ واحد واتنين من عشرة. احنا كده كل الفولتيات معنا على زهرة معايا بصورة سليمة من غير اي مشاكل. خلونا كده نفصل البوردة بتاعتنا باور. وعايزين نركز مع الرمات. لدينا انا اوصل بتاعي مرة تانية. ومحتاج من حضرتك دلوقتي التركيز على اشارات الكويلوك والداتا الخاصين بالاس اما بص. وده هيكون دليل معايا على تواصل آآ المعالج بتاعي آآ مع آآ الرمات. زي ما احنا شايفين كده انه في عندي على الس اما بص. وحاجة غريبة جدا زي ما احنا سمعين دلوقتي تستر الرمات بتاعي اشتغل. والمفترض ان بتاعتي آآ اشتغلت تمام? طيب خلونا بقى دلوقتي طالما بتاعتنا اشتغلت وحنا بنحاول ان احنا ناخد الايئاسات بتاعتنا. نركب بتاعتنا مرة تانية على آآ الشاسية بتاعي ونشوف الشاشة هل ظهر عليها اي بيانات ولا لا. طيب احنا دلوقتي قفلنا بتاعتنا فيه الشاسية. طبعا ما قفلناش تقفيل كامل. خلونا كده نركب عشان نتأكد من وجود البيانات على الشاشة. هتدي الوقت ان انا اشغل باور. ازاي ما احنا شايفين الوردة بتاعت اشتغلت باور. السحب بتاعي عدى لاتنين امبير. ويتستر كمان ان المزر بورد اشتغلت. وكمان آآ ظهرت معي البيانات على الشاشة. وخليني برضو افسر لك اكتر عن آآ المشكلة دي. آآ المشكلة دي هو اساسا دي المشكلة اللي عامل بشتك منها ان مرات الجهاز بيشتغل معي باور. وداتا ومرات بيشتغل باور بدون وجود الدياتا. ولحسن الحظ بتاعنا ان الموضوع ظهر معنا واحنا شغالين على الجهاز. بعد ما الجهاز بيشتغل داتا بمجرد بس ما يدخل جوه الويندوز كده. اوقات بيشتغل فترات آآ من الوقت ممكن توصل لساعات بشكل طبيعي. وهي اوقات التانية بيزهر الشكل اللي احنا شايفينه قدامنا ده. وده دليل آآ بشكل كبير جدا جدا على آآ تلف في شب الفيجا. خلانا بس نفصل المناظر برضو بتاعتنا بقول لنا انشاء المروحة دلوقتي عشان معالج ما يسخدش معي. آآ اللي احنا شفنا ده او الشكل اللي احنا شفنا ده دليل كبير جدا جدا على تلف آآ شب الفيجا. والكلام ده معناه ان احنا بشكل او باخر المفروض دلوقتي ان احنا نشتغل على عزل شب الفيجا. وخلونا نبتدي ان احنا ندخل دلوقتي للاسكماتيك عشان نشرح آآ بعض التفاصيل داخل المفروض. تمام? طيب ده الاسكماتيك موجود معايا. خلونا نروح للصفقة اللي هي فيها البلوك دا جرام. طبعا عندي البلوك دا جرام بتاعي ده المعالج. وهنا بتاعتي كمان هنا آآ شب الفيجا اللي هو الاتي اي قبل طبعا مشاركة ايمي دي تشتريها تمام? لو لاحزنا هنا هنلاقي لان المسارات الخاصة بوحدات العرض سواء الالسي دي كوننكتر لقية الشاشة الداخلية او السي ار تي اللي هو سوكت الفيجا او سوكت الاتش دي معايب كلها مباشرة متصلة بشكل مباشر مع شب الفيجا بتاع الخارجي اللي هو الاتي اي ومفيش اي مسارات ليها مع البي سي اتش بتاعتي. الكلام ده معناه ان احنا ما نقطرش في الماثر بورد دي ان احنا نعمل عملية الديسكريت اليومة اللي طبعا معظم الفانين وانا واحد منهم بنعملها عشان نقلل آآ الكست بتاعتنا وكمان نقلل الوقت بتاعنا وبالتالي احنا قدام ماثر بورد ما انفعش فيها عملية الديسكريت اليومة ولكن الحل الوحيد اللي موجود معايا ان احنا نغير شب الفيجا اللي هي الاتي اي اللي قدامنا دي تمام? ده الدليل الاولين والدليل التاني آآ كلنا عارفين ان المسارات او البصات اللي بتكون وصلة ما بين المعالج بتاعي وبين البي سي اتش بتكون مصارين الدي ام اي والاف دي اي وطبعا الاف دي اي هو المسؤول عن بيانات العرض ما بين البي سي اتش وما بين المعالج. اللاحظ في الاسكماتيك اللي قدامي ده ان انا الاف دي اي ملغي معايا مش موجود وبالتالي ده يأكد الموضوع اللي احنا بنقول عليه اللي هي احنا قدام ماثر بورد ما ينفعش عملية تحويل الديسكريت اليومة وبالتالي الحل الوحيد زي ما اقولنا تغيير شب الفيجا بشكل كامل وده يعتبر الحل الوحيد اللي قدامنا وعشان كده احنا هنبتدي دلوقتي ان احنا نغير شب الفيجا تماما اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة طيب دي المنظر بورد بتاعدنا بعد لما رفعنا اه الشباية بتاعتنا او شب الفيجا وده شب الفيجا القديم اللي احنا رفعناه وكمان معايا دلوقتي شباية الفيجا او شب الفيجا الجديد ان شاء الله اللي احنا هنبتدي ان احنا نركبه ولكن قبل ما نبتدي ان احنا نركبه خلينا بس نشوف الاول الشباية تحت الميكريسكوب وكمان نشوف البادات آآ الخاصة بالبردة بتاعتي. طيب خلينا بقى نشوف المظهر بوردة نفسها تحت الميكريسكوب ده طبعا المكان بتاع الشب الفيجا بتاعنا وزي ما احنا شايفين كده كل البادات الحمد لله سليمة ومش بس كده لازم البادات كمان تكون بتلمع معاك نقطة الزير او البادة نفسها لازم تكون بتلمع معاك عشان تضمن بس آآ لما تيجي تركب آآ شب الفيجا بتاعك تمام? طبعا انا في عندي بادة هنا مخلوعة من مكانها ولكن البادة دي لو جينا زومنا كده شوية بالميكريسكوب هلاقي ان البادة دي اساسا آآ تمام? وبالتالي مش هتعمل معايا اي مشكلة او هتأثر معايا نهائيا. طيب ده بالنسبة ليه المزربورد تأكدنا ان كل البادات سليمة كل النقاط اللي حام نفسها على البادة آآ بتلمع معايا. خلينا بقى نشوف الشباية نبتاها. طيب دي الشباية العديمة بتاعتنا. زي ما احنا شايفين كده الرقم بتاعها آآ ميتين وستاشر داش زيرو سبعة اتنين تمانين آآ اربعة وستاشر. كده نوضح الرقم او نزوم مع الرقم اكتر. السطر الاخير ده هو رقم الشباية بتاعتي. والسطر الاولاني ده هو تاريخ التصنيع آآ سنة الفين وتسعة الاسبوع الخمسة واربعين من سنة الفين وتسعة. تمام? طيب. طيب. هلنكن نشوف الرقم بتاع الشباية الجديدة. رقم بتاع الشباية الجديدة طبعا نفس الرقم ولكن طبعا انتاج جديد. الانتاج سنة الفين وتسعة عشر الاسبوع آآ التلاتين. تمام? يعني الشباية نفسها الحالة في عاتها كويسة. خلينا كده نقلب الشباية الناحة عشان نشوف البولز بتاعتها. اعتقد ان البولز كويسة جدا. واعتقد ان الشباية حتى لو مستعملها طبعا يعني عملية تمت لها باحترافية. طبعا هنشاري الشباية على اساس انها جديدة. ولكن بصراحة انا يعني ما اقدرش ان انا اميز ان كانت الشباية جديدة ولا لان يعني من فترة كبيرة جدا نتوقف تصنعها. وبالتالي غالبا بنسبة كبيرة جدا الشباية دي مستعملة مش جديدة. ولكن على اي حال الحالة بتاعتها كويسة جدا جدا وبالتالي هنبتدي دلوقتي ان احنا نركبها على البوردة بتاعتها. طيب قبل ما نبتدي برضو نركب بتاعنا. انا صراحة عندي فضول اعرف هل المزر بوردة بتاعتي اه هتكمل عملية البوست ولا لأ. بدون اه تمام? فعشان كده خلونا نوصل. وبرضو خلونا نزوم على الرمات. وهبتدي ان انا اشغل البوردة بتاعتي. البوردة بتاعتي دلوقتي اشتغلت. توصل مع الرمات تم بطريقة سليمة. اشارة الريزيت بتاعت الرمات بتاعتي تمت ازالتها. لما بنقول اشارة الريزيت في بعض الفيديوهات ظهرت معي. كلام ده معناها ان اشارة الريزيت تمت ازالتها بطبيعة الحال. ولكن تستر الخاص باليوزبي. لعن دلوقتي لسه ما اشتغلش معايا دليل على عدم اكمال عملية البوست. تمام? طيب. خلونا كده نفس المزر بوردة بتاعتنا باور. وهنجيب التستر اللي بيركب معايا في اسلوبة الواي فاي. عشان نشوف الاكواد اللي هتزهر معي. وبرضو هشغل البوردة بتاعتي باور. اه الكود اللي احنا واقفين عليه دلوقتي هو الكود تلاتة وسبعين. ممكن ما تكونش ظهرة على الكاميرا. ولكن الكود كان تلاتة وسبعين. ودلوقتي هو تمانية وتمانين. هي مش ظهرة على الكاميرا ولكن اعتقد انها اعتقد انها واضحة. سلونا نكرر الكلام ده مرة تانية. انا فصلت البورس بلاي دلوقتي. وهبتدي ان انا اشغل مرة تانية. بدأت عملية البوستو الاكواد بتبتدي ان هي تنتقل من مرحلة لمرحلة. دلوقتي ستة واربعين. تلاتة وخمسين. تلاتة وسبعين. وفي الوقت الحالي سابت الكود بتاعي عند آآ تلاتة وسبعين. تمام? وبرضو خلينا اقول لك لان الكود تلاتة وسبعين ده انا بحست عليه كتير آآ يعني ما اداش معي اي نتيجة. وخلينا اقول لك ان بعض المرات اثناء آآ اختبار المزر برض دي. بعض المرات اللي كانت البوردة بتاعتي ما بتبوتش معايا او ما بتفتحش معايا داتا على الشاشة آآ قبل رفع شب الفيجا. برضو كانت بتاعتي كانت بتوقف على الكود اللي هو تلاتة وسبعين. وعشان كده انا حبيت اقول لحضراتكم المعلومة دي لان الكود ده لو حضرتك بحست عليه بنسبة جدا يعني مش هتلاقيه او انا ما بحستش بالوقت الكافي على الكود ده. ولكن على اي حال دلوقتي بنسبة جبيرة جدا. كود تلاتة وسبعين ده معناه شب الفيجا بالنسبة اللي موجودة معي اللي طبعا. طيب دلوقتي احنا قفلنا الجهاز بتاعنا بعدها طبعا ما اكتبنا شب الفيجا بشكل مبدئي. وخلونا نبتد ان احنا نشغل باور دلوقتي. انا شغلت الجهاز باور زي ما انا شاكينا على شاشة البور سبلاي. بتاعنا اقلن الجهاز اشتغل وكمان عندي اللوغو بتاع توشيبة ظهر معايا. طيب مبدئيا كده الامور الحمدلله كويسا ولكن خلونا نفصل الجهاز مرة تانية باور. وانا حابب دلوقتي اعرف الكود اللي هيزهر معايا على بتاعي. تمام? دلوقتي انا ابتدأ نشغل الجهاز بتاعنا. والكود دلوقتي ستة واربعين تلاتة وخمسين. وتلاتة وسبعين. والكود بتاعنا عدى التلاتة وسبعين. ودلوقتي الكود بتاعنا اي فاير. ممكن ما تكونش واضحة معاك على الكاميرا ولكن هي اي فاير ودلوقتي اي اه دي. تمام? طبعا الكلام ده او الكود ده مع ظهور شاشة البود اه من يوم. طبعا بعيدا عن الكاميرا هنبتدأ ان شاء الله باسدنا لان احنا هنكمل اه الاختبارات بتاعتنا على الكهاز عشان نتأكد ان الامور كلها تمام. وبكده نكون وصلنا لنهاية بدية النور دوي كالعادة كل اللي محتاجين منكم دعوة من الالب.